السلام عليكم من نهاية لقاء النادي رادي سفيقسي يتفوق على الترجل رادي تونسي في ملعب طيب لمهيري واحد بلايش وهكا نجم رادي سياحلي يهرب في الصدارة ب15 نقطة يبقى الترجل بحداش النقطة والنادي الافريقي بحداش النقطة اليوم رينا الحق ان تعربي سي اس اس بيواجه مغاير خاصة في الشوت الولاني ما فيمناش اسكو هذيك السي اس اس اللي كانت تلعب في اول البطولة وإلا في المباريات الاخرة وإلا الترجل معناها ضعيفة اسي بوان نحكيه على المباراة متاع اليوم المباراة كانت بالرسمي طراز اليوم ضعيفة وحد ما ينكر الشي اذا بطبيعة باك التكتيك عادة متاع نبيل مورينو وقورديولا اقسم بالليارة وعننا مدربين في تونس شي يعمل الكيف سي مورينو اذا قالك بش نبدأ نلعب بثلاثة التالي لي عقوبي راقد عنده برشا قالك هاي خل نبدأ به هو ثلاثة التالي ونعمليك السونتري على اليمين بن علي وعلي سار بن حميدة على اساس ما انا عنده هوك الحلول الهجومية تنتي مدخل يا عبيد ومدخل محمد علي بن حمودة اللي معناها مضيع بلنتي مضيع فرص ما يعرفش يتحرك معناها ما هوش مهاجم اصلا متاع الترجل ذات نونسي المهاجمين من النوعية هذية اك اللي لازموا يكون عنده الي عاليمين وعاللي سار بالرسمي ديزي لي معناها يعملو لك الخطورة وفي الان كونتر اقويين برشا وهو ما يعملوا كل شي بش يعطيوها كالتمرير الاخرة فماش ما يحن ربي ويحطها معناها في الشبكة هذية هو النوع متاع المهاجمين متاع محمد علي بن حمودة دونك انتي وقت اللي بيش تبداله بعبيد وتحط له معناها خط وسط معناها فقير بقتم معناها الكلمة حتى كوليباليه معناها المليعبي هذية يرزن برشا سير تيران المليعبي اللي يرزن برشا الهجمة متاع الترجل بطبيعة النادي ريدي سفيقسي برجوليا شابو ما اعقلتياش وما عرفتياش السياساس اليوم بالرسمي السياساس كان باش تلعب في فقية المباريات بالفاصل هذية وكان بالرسمي هذية هي وإلا هذي هو وجه السياساس الحقيقي راهو النادي ريدي سفيقسي في الخط الصحيح وراهو حسام البدري بسم الله ما شاء الله عليه مدرب يتير بالمدربين متاعنا خاطر بالرسمي في الشوت الولاني النادي ريدي سفيقسي جاتو ممكن يضرر اربع خمسة فورص نات نورمال موة باللوجيك كان جاء عندها معانيها مو هزمين ما يضيعوش يظهر لي كان الشوت الولاني كان يوفى بثلاثة واربعة بلايش بكل راحة وارياحية للنادي ريدي سفيقسي كما حكيت النادي ريدي سفيقسي اليوم بداي بتشكيلة اربعة اثنين ثلاثة واحد اللاعب العراقي باسم الله ما شاء الله كيف كيف عندها كانتيل ملاعبه ذا اللي بداي هو العنصر الاساسي في هجوم النادي ريدي سفيقسي وبطبيعة لاعب الخبرة شادي الهمامي اللي عكس معاني النادي الافريق ويسام يحيا في ذهوري في نفس العمر متاع الشادي الهمامي الراوفي شنوة يعطي شادي الهمامي والراوفي شنوة يعطي ويسام يحيا يظهوري شادي الهمامي مش على خاطره ولد النادي ريدي سفيقسي يلعب حاليا في السياسي بالعمر هذاك المردود الكبير خاصة المورفولوجي وفي الديال معانا يوصل يفرع لكوليباليه ونعرفو كوليباليه من اكثر الملعبية اللي جاول تونس ما تنجمش تربح منهم الكورة بسهولة في الديال اليوم النادي ريدي سفيقسي كان عنده اكثر اقناع واكثر قناع واكثر شراسة باش ياخذ التروابوان ترجري ذا تونسي بالتغييرات هذية الكل بين بالكيشف معانيها ابار محمد علي بن رمضان وحمدو الهوني ترجع بالرسمي ترجري ذا تونسي ايكيبه معانيه ترجري ذا تونس معاناها متوسطة ومتوسطة برشا وزيد انت تعمل التغييرات انك معاناها تلعب ملعبية كيمة المهري وعبيد معاناها ما فهمتش عليش معاناها الا النبي المعلول يسر كل الاصرار باش يحاول يرجع الطريج ذا تونسي اضعف من المتناول اللي انت كنت تنجم معاناها تحط لزاتوم تاعك من لول البدري تحط معاناها الملعبية اللي يستحقوا باش يلعبوا رشيد العرفاوي الملعبية اللي عندهم نوعا ما الخبرة شوية تحاول اتعدي الخمسة وربين دقيقة لباس ومبعد جير اللي قاة ممكن راو عادي جدا معانا تتعادل اموها على قليلة ما تخسرش باش تحاول تنقص الديفيرينس اللي بينك وبيل اللي طوال لكن تبدأ البداية هذيك هذي راو ما يتحملوا كين نبيل معلول برشا ناس في التعليقات تقول لي هذك هو اليفكتيف وذك هو الملعبية الضربول وفهم الملعبية عندهم معاناها ثلاثة انظارات وعنده عنده ترشنق ومضروبين يودي هذي راو المدرب اسمه نبيل معلول راو جي للطريج ذا تونسي راو يعرف روحوا قادم على البطولة بالبلايوف يعرف روحوا بيش يلعب على الكوب يعرف روحوا بيش يلعب على الكوب دراب كان من المحبث اللي هو يحضر لي كيما معاناها كيما يلزم وكان معاناها جاء عنده المركات والشتوي مش انتي معاناها تمشي تتخلى على ايوة لا وتمشي تزيب شرارة تعرفوا ملعبية ذا اللي هو مصاب وتقول معاناها تو يرجع بشوية بشوية وتخرجوا من الجروب هو عمل العملية وهو بدأ توك يرجع وخسرت ملعبي كان يعطيك في البلوس معاناها في الطريجة ذا تونسي كيف كيف الميموني وبالريمة يظهر لي خير من عبيد العبيد اللي معطاش الاضافة في الطريجة للتونسي وهذي اصرار اكل يعنيها تزايد معاناها من نبي المعلوم الشي هذي راو ما يخليكش تقدم وقلتها في الفيديو السابق راو نقص برشة متفلسيف اللي تعمل فيها راك صحيح بش تلعب تشيمبيز ليج والهدف متاع الطريجة ذا تونسي هو تشيمبيز ليج راك بش تلعب ضد الاهل المصري راك التفلسيفة الزايدة اللي بش تعملها راك بش تخلص بش تخلص كاش راو مش وقت تفد ليك وتفلسيف وقت اللي بش تلعب ضد له لي مش كيمة تفلسفت يظهر لي راو مش على خاطر يتفلسف ضراو في البطولة كهو حتى في تشيمبيز ليج قاعد يتفلسف ورينة معاناها حتى كونتر شبابة القبيل اللي تفلسيف متاعه وقت اللي خرج تلاثة متاع الموسط معتاز زدام محمد علي بالرمضان وبو جرين معاناها وخلى الوسط فارغ الشي اللي خلى شبابة القبيل ترجع في اخر اللقاء وقريبة معاناها تسجل لك الثاني وباي باي تشيمبيز ليج دونك نبيل معلول فيق شوية وبالرسمي هذي ميصاج داك المدربين التوينسا سيوية متاع لكلو بتاع لطوال متاع اي مدرب في تونس وقت اللي يربح شوية ومعنى يتنفس شوية بدأ يتفلسف يعمل في حاجات زايدة بالنسبة للنادر الاسفقسي برجولية حسام البدري يظهر لي يخلص في 30 الف دولار يخلص فيه يظهر لي رجل اعمال هو اللي خذير راتب هذي على العاطق متاعه برجولية على حسب اللي يرينيها اليوم معاناها كيرا وينجم السياساس عادي جدا البيلنتيه متاع محمد علي بن حمودة على ذاك البيلنتيه تاوي يا مهاجم يلي كنت في وقت من الاوقات اندمت اللي دفعت عليك وقلت بالله ياخذ بلاسة في المنتخب الوطني التونسي سامحوني بالله على كلمها ذاك يا معلم الفرصة البيلنتيه هذيك تتشاتك هيك علش يا اخي في تونس ما تتفرجوش في الكرة الصحيحة ما تشوفش في هاري كير وقت اللي بشي حطها في اللون وقلي مشي على روح وما يتلفتش ورونالد وكيف كيف يا اخي ما تتفرجوش يجي معاناها يتمخرج بش شوية بشوية يحطيه له في الوسط ومعنى يذكرني باك الفرجيني وقته انا استنيت وهو استنيني بالله البيلنتيه يتعرف تشوت يا ما ايه ما تعرفش تشوت كيف كيف زيت حتى الفرصة متاع بو جرين في اخر اللقات فسر لك الانهيار النفسي متاع الترجد الرياضي التونسي نرجع للنيدري الاسفيقسي برجولية بروجي بالرسمي النيدري الاسفيقسي بالملعبية هذو ما ملعبية صغار الحباسي اه كايتا يظهر لي ولا كانتي الاسابيع حم ما زالوا لتوا ما تشدوش في الاذهين مت يعني لكن نتصور بالمعبية متاع السيسة هذو ما ولاد صغار معا شوية خبر رشاد الهمامي ايمن دا حمان ان شاء الله النيدري الاسفيقسي يواصل في البروجيه هذي ان شاء الله يحافظ على حسام البدري ويواصل معناه الاخر معناه مرحلة ما يحاولش معناها في وقت من الاوقات يقول يبيعه يقول يحسب يقول يطيح في الميزانية يحاول يستحفظ على الجروب هذي ويزيد علش له في المركات والصيفية يجيب شوية انتدابات سيبلي ويمشي بالبروجيه هذي متاع حسام البدري نتصور رو النيدري الاسفيقسي في الطريق الصحيح ونتصور اللي النيدري الاسفيقسي بالاملعبية هذو ما وزيد شوية تسليحات رو بش يكون عنده معناه شأن كبير في العام المقبل والسنين القادمة كما حكيت ما تحرقوش المراحل تحافظوا علي موجود تحاولوا جيبوا انتدابات سيبلي خاصة تحافظوا علي حسام البدري بالرسمي تبدل وجه السياسي اليوم نتفرج معناه على الربع ساعة ولا العشرين دقيقة لولانية معناه ما فهمتش اناه تاراج دريد تونسي تلعب ضد ما نعرشي كيبه من الاوروبا والامنين يعني الناس الكلها تتنطر الناس الكلها في الاتاك سوبريريتين امريك ما ثماشي يكون يضيع لي باس لان دو معناه سوبريريتين امريك دي دي بلو ماو عالي مين عالي صار شوفنا الانواع عم تعالي هجمات الكل الكورات المباشرة اخذوا الديال والكل اخذوا الكورات الثانية الكل باسم الله ما شاء الله خمسة وعشرين دقيقة مرعبة وكان ينجم معناه النادري دي سفيقسي يسجل فيها اكثر من ثلاثة اهديف دونك كيما حكيت بالنسبة للنادري دي سفيقسي ان شاء الله يحافظ على الافكتيف هذية ويحافظ على البروجين متاع حسيم البدري وهو دي جاء عنده توقع ستة نقاط بثلاثة نقاط لتنحوله ضد بنجردان يظهر للنادري دي سفيقسي بشوية بشوية بشي ولي يقرب اكثر للجماعة الفوق بشي حاول يخطفشي معناها بلاسة في الافريق وقتها مع النادي الافريق والماتش الجاية الدربي هاكا بالماتش هذيك يمكن يسيرش فيه نير 12-12 لتوال تربح تولية 18 وقتها ممكن تبعد البطولة وإلا في صورة فوز واحد من الزوز نوادي هذو ما بتبيع انا كاكل وبيستي مذبية نربح ماتش الدربي بش نحاول نقرب اكثر للنادري دي سياحلي مانيش نلعب على البطولة ومانيكذبش على روحي ونقول نلعب على البطولة لكن هاونو نفسه شوية فماش ما نخطفه بلايسة في الافريق في اخر المباريات متاع الروتور خط الروتور راي بتشد بعضها وحتى بنجردير راي ما زلت في اللعبة عندها مباراة ضد المستير تربحها تولي هي الثانية وحدها ب13 نقطة دونك البطولة راي في الجولات هذية اي واحد بشي ربع ثلاثة نقاط بشي القاروحو في المراتب الاولى دونك مبروك للنادري دي سفيقسي الفريق هذية وخاصة الفوز الكبير هذية بكل احقية وبالنسبة للترجل اذا تونسي عليه كان بمراجعة الحسابات خاصة بالمعلوم وكيد فلسيف ازاي دونك هكا وصلنا للنهاية متاع الفيديو مبقالي كان نقول لكم نترككم في حبد الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته